الفنانة جيهان فاضل احتفرت بعيد ميلادها يوم الجمعة اللي فاتت بشكل مختلف جدا وقالت انها لسه مجودة في الحياة علشان الناس ثانية ضحوا بحياتهم في الثورة علشان هي تعيش بالنسبة للبوست عيد ميلادي ما عارفش هو انا سخيتها دي الفكرة المسيطرة عليها هي دي الفكرة المسيطرة عليها يمكن وبقى لي فترة بس مش عارفة احطها في جملة يعني لان كان فيه اتهامات كتيرة بيطلعوا يتكلموا عن انتوا شايفين نفسوكو انتوا بتتكلموا بصوت عاري السوار متعجرفين بيتكلموا لما بيجوا بتكلموا بيتكلموا بعصبية زيادة فهي دي الكلام اللي انا كنت عايزة اقوله انه ما هياش مسألة عصبية ما هياش مسألة غطرسة او شانهم شايفين روحهم هو زي دين في رقبين جيهان قالت ان محدش هيفهم ده غير اللي نزلهم بيدان في صورة يناير وشكرت شخص مجهول سمته فلان فلاني على انه ضحب حياته على شانها في حاجة حصلت في الميدان وكل واحد يعني انا بتكلم عن فلان فلاني بمعنى الشخص المجهول الشخص اللي ما هواش نخبة وما هواش شخص معروف وما هواش ما تلعش في التلفزيون وصوره مش من الصور اللي انتشرت مش معروفة هو شخص نزل وعنده حلم وكان مؤمن به زي وزينا ويمكن اكتر مننا لانه هو ضحب حياته عشان يحقق الحلم ده وكملت كلامها وقالت النهاردة عيد ميلادي النهاردة انا موجودة وسط ولادي علشان في يوم ما في لحظة فرق فلان الفلاني اللي معرفش اسمه قرر ان حياتي اهم من حياته فزقني وخد رصاصة بدأي اي شخص كان قصادي في اي مزهرة في اي موقف في اي وقت كان فيه ضرب او كده هو سبب ان انا موجودة جهان فاضل كمية كلامها اللي استغربه على كبير جدا وقالت ناس كتير كانوا بيتدايقوا مننا لما بنقول ثورتنا واللي منزلش الميدان مش هيفهم مش احساس بالاهمية ولا ادعاء بطولة قصة جهان مع فلاني الفلاني ما انتهتش فرجعت وقالت علشان كل واحد مننا بيدين بحياته الفلان الفلاني علشان احنا بنصحى كل يوم مش عارفين بعد ربنا نشكر مين فبنشكر ربنا على ثورتنا اللي صنعت ابطال مجهولين هو بس هو كان البوست هدفه انه الواحد بيتمجيد للمجهولين دول المجهولين اللي مروا في حياتنا ملحقناش نعرفهم وكانت مجرد وشوش بالنسبة لنا بس هم سبب ان احنا عايشين هم ماتوا بدلنا جهان معروفة موقفها سياسية ومعروفة كمان انها واحدة من اشهر الفنانين اللي شاركوا في ثورة يناير والغريبة في الموضوع ان جهان انشغلت جدا الفترة اخيرة بيبدأ ارقاها في السياسة اكتر من انشغلها باعمالها الفنية سبب ان انا ما بظهرش او ما فيش اعمال كتيرة انا ممكن يعني احاول ارد بس انا في الحقيقة ما عنديش اجابة يعني قد يكون لانه انه الفترة اللي فاتت الاعمال فعلا اللي هتنزل او اللي تم تنفذها مهياش كتير يعني السنة دي بالتحديد فيه اعمال كتيرة تراجعت وناس خايفة تشتغل ممكن يكون انه اه يعني قد يكون لموقفي سياسي بس يعني في الحالة دي يعني خلاص انا باكن موقفي سياسي وانا عارفة انه بيبقى فيه تمن وما عنديش مشكلة يعني لو كان هو ده التمن ما عنديش مشكلة جهان فاضل خلال الفترة اللي فاتت حولت حسابها على الفيسبوك لمكان لابداء اراءها السياسية وبعدت تماما عن حياتها الفنية رغم توقعات كتيرة قالت ان جهان فاضل هتكون من نجوم الصف الاول بعد دورها في فيلم صهر الليالي الا انها بيتماثل قليل جدا وكان اخر عمل لها مسلسل تحت السيطرة وظهر كده ان السياسة اخرت من جهان فاضل اكتر من الفن حتى في يوم عيد ملادها